سجلت 56 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الحالة إلى 7,922 حالة أي بمعدل 21.8 لكل 100 ألف نسمة سجلت هذه الحالة الجديدة بكل من جهة الدار البضاء 6 بـ 19 حالة جهة مركش أسفي 13 حالة جهة طنجة طوان الحسيمة 16 حالة جهة الرباط سالة القنيطرة 6 حالات وحالتين بجهة فاس مكناس فيما لم تسجل باقي جهة الملكة أي حالة جديدة الحالة الـ 56 المسجلة اليوم سجلة 51 منها أي 91% من هذه الحالات في إطار منظومة تدبير المخالطين والتي شاملت لحد اليوم 47 ألف وربعمية وتسعة وتسعين وما زال 7 ألف وربعمية وستة وخمسين رهنا التتبع الصحي استثنيت من المرض 13 ألف و 117 الحالة بعد الاجتباه بها كونها مصابة أو بعد أن خضعت للتحاليل في إطار منظومة تدبير المخالطين ليصل العدد الإجمالي للحالات المستثنات في المغرب لحد اليوم إلى 239 ألف وتسعمية أجوج ولله الحمد لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات في 206 حالة وفاة منذ بداية الوباء في بلادنا ويستقر بالتالي معدل فتك في جوج فصلاة 6% انضافت ولله الحمد والشكر 456 حالة شفاء إلى مجموع المتعافين ليصل العدد الإجمالي منذ بداية هذا الوباء العدد الإجمالي للمتعافين في بلادنا إلى 6866 وترتفع ولله الحمد والشكر نسبة ومعدل التعافي إلى 86.7% أكثر بكثير من المعدل العالمي بالنسبة للحالة النشطة أصبحت اليوم تساوي 850 حالة على صعيد الطراب الوطني أي بمعدل جوج فصلاة 3 لكل 100 ألف نسمة هذا المعدل يختلف بين الجهات وهو مرتفع بجهة الدار البضاء 6 إلى 8 لكل 100 ألف نسمة بجهة طنجة طوال حسيمة 3 لكل 100 ألف نسمة ووحد لكل 100 ألف نسمة بجهة مراكوش أسفي فيما هو أقل من واحد بالجهات الأخرى مع العلم بأنه ثلاث جهات الآن بالمغرب خالية من أي حالة نشطة وهي جهة ضرعة في ليلت الجهة الشرقية وجهة الدخل واد الدهب نختم بمعدل تولد الحالات الذي أصبح اليوم يساوي 0.75 مع اختلافين بين جهات الملكاء بالرغم من أن جميع الجهات هذا المعدل هو أقل من واحد قبل ما تخرجوا لا تنسوش تابنوا في لاشين يوتيوب وبرتجوا هذا الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش ديروا جامل موقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي